اشتركوا في القناة وطلع على حجم الخراب والدمار الذي طار دور العبادة جراء اعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة بدأ جولته بزيارة كنيسة الاربعين ثم دير مارلياس وكنيسة ام الزنار اقدم كنائس حمس بعدها زار كنيسة سيدة السلام وكنيسة مارجرجوس والكنيسة الانجيلية الوطنية وكنيسة الموارنة وكنيسة السريان الكاثوليك ثم زار بعد ذلك غبطة البطر يارك والوفد المرافق له دير الاباء اليسوعيين وصلوا صلاة جنازية لراحة نفس الاب فرانسيس فاندرلخت الذي اقتلته العصابات الارهابية المسلحة جينا الزيارة الى مدينة حمس الغالي على قلوبنا جميعا حمس المدينة العظيمة عبر التاريخ واللي خرجت القديسين والرجال العظام وزيارتنا لحمس هي لكل حمس وافتقاد لكل اهل حمس بكل اطيافة مسلمية ومسيحية وجينا لهون على هالمنطقة بالتحديد اللي هي مجمعة الكنائس المسيحية ايضا لحتى نزور الجميع ونستفقد الجميع لانه هي بيوتنا وهي ديارنا وما في شك وجودنا هون لحتى نعزي شعبنا ويزعر شعبنا انه كلنا سوا عائلة واحدة ومع مارنا البعض وعلى الامل القريب ان شاء الله اللي بترجع المدينة الخراب هالدمار اللي شايفينه اللي لا يقبل به لا دين ولا انسانية طبعا عندما يأتي شخصية دينية كبيرة وقامة وطنية وروحية الى هذه المدينة المباركة حمس لها الاثر الكبير في قلوبنا جميعا ليس فقط كمسيحين ايضا كمسلمين ثم ختم جولته بلقاء جماعه مع محافظ حمس اكد فيه على اهمية التعايش السلمي والعيش المشترك اللي